السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الفيديو دليوم إن شاء الله سوف نشارك معكم طريقة تركيب الكوفر للنموسية أول شيء سوف نأخذ العبارات بالنسبة للعبار يجب أن يكون ناقص في العرض بججد السنتيم وفي الطول يجب أن يكون ناقص بخمسات السنتيم بالنسبة للطريقة الخدمة يجب أن يركب الميكاليزم في الباراج ويجب أن يعمل صندوق كامل ويركب فيه الميكاليزم يعني يجب حل الصدارية بلاصة الصدارية يجب صندوق كامل ويركب فيه الكوفر ويجب أن يدخل في الناموسية بالنسبة للعطار أو الخشب الطبيعي فمن الأحسن أن يركبهم في الباراج يجب أن يقوم بها أما إذا كانت لديك الناموسية من الـ MDF فمن الأحسن أن نضع الصندوق لن يجب أن يكون صحيحة ويجب أن يكون جيدا فكما ترون معي الأخوان يبدو أن نجمع الطرف مابلاتهم بالنسبة للخمسات السنتيم وبالنسبة للطرف الذي سيكون في الوسط سيقوم بعمل طرف الخشب بواروج فكما ترون معي سنقطع لهم البلاسة لكي لا يقصوا في هذا الطرف الوسط كما ترون معي سنقطع للغرب يجب أن ترون معي سنقطع نقطع فكما ترون معي فكما ترون معي يجب أن نقطع الطرف الخشب بك شكرا فكما تشوفوا معي الاخوان بعدما جمعت الصندوق هذا هو الشكل اللي حصلت عليه سنركب ميكاليزم هذا هو الميكاليزم اللي سنخدم فبالنسبة للميكاليزم لا تكون واحدة تركب في ليمن واحدة في ليسر يعني لا تكون بحال في مركبتي واحدة خاصة تركب في ليسر واحدة تركب في ليمن بالنسبة للطراف البواروج اللي سنخدم رغمها واحدة تركب في ليمن واحدة تركب في الجهة الليسر كما تشوف معي اولا سنركب هذا الميكاليزم في الطراف اللي الخشب ادخلت بخمسات السنطين وركبت الأولى كما تشوف معي حطيتها في بلاست قديتها وطراسيت البلايس فين سنجيب البولونات بنفس الطريقة اللي طراسيت بها الأولى وطراسيت بها حتى الطراف الثاني بعد ما طراسيت في الخشب اخضيت الميش ديال سبعات الميلين أو ثمانيات الميلين من الميش سيكون لكي يدخل البولون مزير كما تشوف معي بعد ما حفرت قلبت الطراف دياله 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 وركبت تشوف بالكروات كما تشوف معي ركبت الميكاليزم اللي هو بالكروات وزيارت شوفهم بالسعالة دياله من نفس الطريقة ركبت تشوف الميكاليزم الأخرى مره بالتأكد من ع Möglichkeit طوام منظورا طوام طوام طيب طوام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف تقديم هذه الحصوص سوف تقديم هذه الحصوص سوف تحصلون الاستخدام ذلك استخدام تقديم المجد بعدما Xe المجدد 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 أطلق المجدد المجدد وحفرت له بلايس البولونت بالميش السبعة الميليم بعد حطيت الطرف قضيته ودخلت البولونت وزيرتهم من جهة الاخرى كما تشوف معي بطريقة هذه كما تشوف معي الأخوان بعد ما انقبت الميكاليزم في الصندوق ديالة طبلاد الناموسية كما تشوف معي هكو كي تحلو وكي تفتحههم زيارة يجب ان تضغط الطبلة التي تأتي للفوق بسبب اللاما والمضيط فكرة فكرة المضيطة لكما تأتي بالمضيطة لكن أنت عليك نموسية من playing الد焙 على الناموسية اجعل الخشب الطبيعي والخشب الطبيعي يجب ان يكمل جيد بعدها فكرة المضيطة قامت بخطأ الطبلة التي عتيت للفوق وضع فوق منها الكوفر سوف نفيسيها الطرف من الجهت سوف نعين بوينتي فيهم لنفيسيهم من الفوق سوف نقلب الصندوق ونفيسيهم من الفوق لكي يجي صحيح مزيد حقا الشفاء الذي دخلته في الخشباء وشت في الام دي اف لا يجيش شد مزيان في الام دي اف من الأحسن في سي في الام دي اف ويأتي الفيس داخل في الخشب سوف ترى معي تراثي بلايس الفيس سوف نقوم بربعات الفيس في هذه الجهة وربعات الفيس في هذه الجهة الاخرى كما ترى معي الاخوان اخذت الميش دي الى 3 ميليم وحفرت بلايس الفيس بعدما حفرت بلايس الفيس حطيت الفيس في البلايس ديالهم وفيزيتهم بالفيسوز وفيزيت الميش ديالهم كما تشوفوا معي الأخوان سوف نفتحته بالكوفر إذا فتحت الكوفر ستضرولي يشد معك لحقشك يكون شقيل لكن تبوحدك يخضر يهبط عليك كما تشوفوا معي الأخوان سنركب البومبة الأولى وبنفس الطريقة سنركب البومبة الثانية في البلصة لكي يبقى يتفتح ويتسدم زيان ترجمة نانسي قنقر كما تشوفوا معي الأخوان بعد ما ركبت البومبة والباب تتفتح ويتسدم زيان الباب للنموسية قلبتها سنركب الدهار من الأخوان كما تشوفوا معي خضيص الطرف الزوراي ويركبتوه من التحت بالفيس كاتفان فبالنسبة اللي يتشقلوا الMDF من التحت يجبوا يركب البانضة في ربعات الجهات يعني الطرف يجب تركبهم يعني الطرف الMDF يجب تركبهم البانضة من ربعات الجهات لن يتشققوش بعد ما ركبت الMDF بعد ما ركبت الMDF سوف يركبنا هذا الرجل لنضع الطابلة في البلاسة فكما تشوفوا معي الأخوان حطيت القفر في البلاسة دياله وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه ما كانتمنى الفيديو يكون يعجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشاركوا الفيديو مع الأصديقة ديالكم بيشتعم الفائدة والفيديو يشوفوا أكبر عدد ديال الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمجم سالمين ورحمة الله وبركاته